في سن مبكرة يحمل هؤلاء الأطفال السلاحة ويدربون على الحرب هذا ما يحدث في العراق الجديد بإشراف ودعم مباشرين من ميليشيا الحشد في اتهاك واضح للقوانين العراقية سارية المفعول والقوانين الدولية الخاصة بتجريم تجنيد الأطفال ميليشيا الحشد الموجودة في قرية بشير جنوبي كاركوك قامت بتدريب عشرات الأطفال على حمل السلاح الخفيف والثقيل وفقا لما كشفته المصادر الصحفية في كاركوك وتحدثت هذه المصادر أن أطفالا قصرا دون سن الثامنة عشرة يرتدون الزي العسكري ويدربون على الحرب بإشراف القيادي في ميليشيا الحشد في كاركوك قنبر المسوي بذريعة الدفاع عن مناطقهم ورغم أن عملية تجنيد الأطفال في العراق موجودة وفي تصاعد مضطرد وفقا لتقارير الأمم المتحدة إلا أن مجلس محافظة التأميم أقر بها مؤخرا عبر تشكيله لجنة خاصة للتحقيق في هذه العملية عملية تجنيد الأطفال لم تقتصر على قرية بشير وسوأها بل تعد الأمر إلى الأطفال في مخيمات النزوح وفق تقرير سابق لمنظمة هيوم الرايتس ووتش كشفت فيه أن ميليشيات تدعمها الحكومة في بغداد تجند الأطفال من مخيم واحد للنازحين على الأقل في كردستان العراق وطالبت هيوم الرايتس ووتش الحكومة بضرورة التقييد بالقوانين الدولية التي تحضر تجنيد الأطفال القاصرين في الحروب والنزاعات سواء الداخلية أو الخارجية الأطفال في العراق كانوا عرضة للتجنيد والزج بهم في أتون الصراعات والحروب سواء من القوات الحكومية أو من تنظيم الدولة الأمر الذي ألقى المزيد من القتامة على حاضر ومستقبل هؤلاء الأطفال